جنون جنون كرة وبحث جنون ما بين مباراة العراق وما بين مباراة الأردن بآخر الدقائق استطاع المنتخب الأردني بأنه يقلب النتيجة على المنتخب العراقي من نتيجة 2-1 إلى نتيجة 3-2 وقلب النتيجة هذا كلها كانت بالوقت بدل الضائع ما بعد الدقيقة 90 عندي لا يوجد عاطفة في كرة القدم نتكلم تحليل نتكلم منطق أنا وعدت الجماهر العراقية أنه بعد مباراة العراق أمام الأردن رح أطلع وأتكلم عن هاي المباراة مهما كانت النتيجة وكان يقولوني الجماهر العراقية بأنه إذا خسر المنتخب العراقي تطلع تعتذر لأنه أنا لما توقعت نتيجة مباراة الأردن أمام العراق قلت العراق سيخرج من المنتخب الأردني حتما 100% سيخرج العراق من المنتخب الأردني ليس كرها بالمنتخب العراقي أو كرها بالعراق بالعكس العراقي أهلنا وإخوتنا وأحبابنا وجيراننا ولكن أنا أتكلم منطق أنا أتكلم عن العقل أيضا المنتخب الأردني منتخب لا يستهم به أبدا فشوفوا إيش تكلمت بفيديو تحليل ولازم كل العراقيين لأنه العراقيين مو بس قالوا لي بس بس نخسر الأردن بدك تطلع تعتذب أيضا قالوا أنه بس إحنا بس الأردن تفوز علينا يطلعون ويعترفون بأنه أنا ملك التوقع في يوم الاثنين سيلعب العراق أمام الأردن وقطر أمام المنتخب الفلسطيني وهون بصراحة أتوقع في يوم الاثنين سوف تحصل نتائج يعني غريبة وغير متوقعة وأعتقد حاليا رح كثير ناس تعارضني بالرأي مباراة الأردن أمام العراق أعتقد والله أعلم بأن الأردن سيتخطى المنتخب العراقي في هذه المباراة بحسب رأيي لأنه مهاجمين المنتخب الأردني بصراحة مهاجمين فالتاكين عندهم روح قتالية عالية ودفاع المنتخب العراقي هو دفاع في عليه مشاكل لما تصير المباراة هجومية للعراق يعني لما العراق يطلع بزخم هجومي لما شفنا مثلا أمام المنتخب الفيتنامي تلقى المنتخب العراقي هدفين لكن العراق لما يلعب مثلا أمام المنتخب الياباني ويرجع يقفل دفاعه يصير الدفاع ممتاز لكن العراق أمام الأردن أكيد العراق بده يطلع يهاجم على المنتخب الأردني رح يصير فيه هناك نقض ضعف بدفاعه وأعتقد المنتخب الأردني رح يقتر يسجل على المنتخب العراقي في ظل وجود مهاجمين فالتاكين عند المنتخب الأردني كيزل لنعيمات ولكن العراق أيضا عنده مهاجمين فالتاكين كأيمان الحسين ولكن أعتقد المنتخب الأردني بصراحة هو اللي رح يتخطى بهاي المباراة ما أحترامي لكل الشعب العراقي الشقيق لازم كل العراقيين حاليا تنزل بالتعليقات اللي كانت تنتقدني بفيديو اللي قلت فيه أنه العراق سيخرج من الأردن تعترف أنه أنا ملك التوقعات ما بأي مجال والله العظيم مو شماتة بخسارة المنتخب العراقي لكن بصراحة أجتني تعليقات كبيرة أجتني تعليقات بصراحة يعني ضخمة من جماهير كبيرة من المنتخب العراقي كانوا ينتقدوني على توقعي لفوز المنتخب الأردني رغم أني أنه أنا كنت أتكلم بمنطق وبكرة قدم فقط ليس كرها بالعراق مثل ما قتلكم العراقيين هم من أحب شعوب الأرض على قلوبنا أيضا الأردنيين كلنا عرب وكلنا أخواب بحول الله ولكن إحنا نتكلم كرة قدم نتكلم منطق نتكلم عقل فخلونا نفوت نتكلم عن مباراة العراق أمام الأردن اللي خسر فيها المنتخب العراقي من المنتخب الأردني في دور السطعش وصعد المنتخب الأردني إلى دور الثماني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا لكم وإخباركم إن شاء الله تكونوا بألف خير وصحة معكم على قناة على ويوتيوب بقناتها أنزل المحتوى رياضي سوري إذا أنت مهتم بهذا المحتوى لا نسألتنا لايك الفيديو وسبسكرايب القناة وخلونا نبلش بالفيديو أنا أقدم في قنواتي محتوى رياضي سوري أنا سوري وشجع منتخب سوريا لكن كنت عامل فيديو لتوقعات عامل فيديو عابر يعني حتى مع أخبار سورية لتوقعات دور الثماني 16 وبصراحة العراقيين عملوا هجوم كبير علي لكن حاليا صار الوقت أني أطلع مثل ما وعدتهم مهما كانت نتيجة العراق أمام الأردن أطلع يا أما أقول أنا خاطئ يا أما أنتم تقولون أنكم خاطئين وتعترفون بأني ملك للتوقع أولا الشعب الأردني العين هاي والشعب العراقي العين هاي ولكن حاليا خلونا نتكلم كرب قدم وعقل ومنطق بعدما شفت العراقيين لما أجوني صاروا يقولوا لي لكن تعالوا ويشلون تقول أنه المنتخب الأردني رح يفوز علينا أنت تعرف فارقنا فارق الإمكانيات ما بين المنتخب العراقي والمنتخب الأردني لما شفت هاي التعليقات كثيرة بقناتي عرفت أنه المنتخب العراقي وتأكدت أنه المنتخب العراقي سيخسر من المنتخب الأردني ليش؟ لأنه هاي هاي السالفة اللي مر فيها حاليا المنتخب العراقي أمام المنتخب الأردني احنا مرينا فيها كمنتخب سوريا بكأس آسيا الماضي لما كنا داخلين على البطولة على أساس مشان نجيب الكأس ونرجع مشوار الطريق كانت البطولة بالإمارات ونروح على دبي نروح لإمارات ونجيب البطولة ونرجع على سوريا هيك كنا مفكرين يعني حاطين أمل كبير على منتخبنا ومخلين عليه كثير ضغوطات وشايفين المنتخب على أساس أنه منتخب البرازيل نفس الكلام المنتخب العراقي بعد ما فاز على المنتخب الياباني فكر حاله أنه هو المنتخب الذي لا يقر المنتخب اللي ما حدا يقدر يخسره أيضا صاروا مثل ما نقول الجماهير الأردنية في هناك إعلاميين كبيرين في القنوات العراقية صاروا يستهزؤون ويقللون من قيمة المنتخب الأردني بسبب الفوز على المنتخب الياباني يعني غروا مثل ما نقول إحنا بالفوز على المنتخب الياباني فصاروا يفكرون أن المنتخب العراقي أقوى حتى من المنتخب الياباني وأقوى من المنتخب الأردني وأقوى حتى من المنتخب البرازيلي ومن المنتخبات الأوروبية هذا الشيء اللي صار بالمنتخب العراقي خلى اللاعبين غير منضبطين بالتدريبات وهذا مو كلامي هذا كلام أحد المحلين في قنوات أبوظبي اللي حضر تمارين المنتخب العراقي قالوا أنهم لا يزالون فرحانين حاليا اللاعبين بفوز المنتخب الأردني وغير منضبطين بالتدريبات قبل مواجهة الفوز على المنتخب الياباني مو الأردني وغير منضبطين بالتدريبات لمواجهة المنتخب الأردني لأنهم فكرين حالهم أنهم أكبر حتى من التدريبات أكبر من أنه يتدربون ويتمرنون مشان يواجهون منتخب كمنتخب الأردن كما هم يفكرون لكن المنتخب الأردني قد تلكم أيضا بفيديو التوقعاتي اللي هاجموني فيه بأنه المنتخب الأردني منتخب ليس لقمة سائغة قد تلكم بأنه في هنالك لاعبين والله العظيم أكيد شفتم بإداية الفيديو قد تلكم في هنالك لاعبين أقوياء جدا في المنتخب الأردني اللي هم يزال لنعماتي اللي سجل هدف الأول الهدف على المنتخب العراقي وقلت لكم موسى التعمري اللي اليوم ردي سجل هدف مارادوني في مرمى وفي شباك المنتخب العراقي هذول اللاعبين جدا نشيطين روح قتالية عالية موسى التعمري مهاري سريع في الدور الفرنسي الممتاز مع نادي مومبليين ويزلين عامات ايضا هذا ما شاء الله دبابة مقاتل محارف في منطقة الستعاش للخصوم وايضا قلت لكم بانه المنتخب العراقي امام اندنوس يتلقى اهداف امام المنتخب اليابان يتلقى اهداف وامام المنتخب الفيتنام يتلقى اهداف ففيه هناك مشكلة بدفاع المنتخب العراقي هذا الشي مع قوة المنتخب الاردني وقوة مهاجمية المنتخب الاردني سيكون فيه هناك اهداف هكذا قلت لكم في شباك المنتخب العراقي لذلك انزعجوا مننا اخواننا العراقيين لكن بصراحة انا كنت اتكلم عقل انا اتكلم منطق شعب العراقي على عين وراسي وللآن أنا مصر على كلامي والنتائج قامت شوفونها بأنه المنتخب الأردني كان بصراحة هو المتوقع كما توقعت أنه رغم أنه في هناك كثير ناس والغالبية ما توقعوا هذا الفوز ولكن كان بحسب رأيي أنه المنتخب الأردني هو المتوقع بأنه يفوز بهذه المباراة على المنتخب العراقي وقالت لكم انتظروا في يوم الاثنين ستحصل في هناك مفاجآت كبيرة حتى بصراحة المباراة اللي بعث قليل ما بين قطر وما بين المنتخب الفلسطيني أعتقد سيكون في هناك مباراة ملحمية قوية جدا بسبب ما يحصل حاليا في فلسطين الله ينصرهم يا رب هذا سيؤثر على أرضية الملعب في أداء المنتخب الفلسطيني وسيقدمه مباراة رجولية حتى أمام المنتخب القطري وممكن جدا بنسبة كبيرة أنه المنتخب الفلسطيني يحرج المنتخب القطري ويخرجه أيضا من دور الستدعش قلت لكم بفيديو توقعات بأنه يوم الاثنين سيكون يوم المفاجآت فنكمل مسألة الاستهزاء والتقليل بالمنتخب الأردني من قبل الجماهير العراقية ومن قبل قامات رياضية في القنوات العراقية ومن قبل إعلاميين في القنوات العراقية أو على مواقع التواصل الاجتماعي هذا خلق روح قتالية ثانية في المنتخب الأردني وأسرار كبير على هزيمة المنتخب العراقي بالعكس يعني لازم الواحد يهرب من هذا الشي ما تشوفون أنتم دائما المدربين يقول لك نحترم الخصم الخصم قوي مشان إيه لأنه ما يصر الاستهزاء بالفريق المنافس هكذا سيصبح الفريق المنافس يعني باوره 200% إذا كان 100% يصر الباور تبعه 200% مشان يخسرك لأنك أنت استهزأت فيه وهذا ما كان يحصل اليوم بمباراة العراق أمام الأردن العراقيين لساتهم منذكرين فوزهم على المنتخب الياباني غير منضبطين بالتدريبات مفكرين أنه هم أفضل من البرازيل وأفضل من أوروبا بالمقابل المنتخب الأردني مواجه منتخب استهزاء منه قلل من قيمته فكان شرس جدا في أرضية الملعب أدت إلى خسارة المنتخب العراقي الشقيق من المنتخب الأردني الشقيق الآخر وهذه توقعاتي كانت صح فاكتبوا لي رأيكم أنتم تحت بالتعليقات بما جرى بمباراة اليوم لكن أنهي الشعب العراقي هنا في القلب الشعب الأردني هنا في القلب ولكن نحن قام نتكلم كرة قدم عقل منطق ألف مبروك للشعب الأردني الشقيق وهارد لك للمنتخب العراقي والشعب العراقي الشقيق الآخر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته